مجلس الإدارة بقى في جلسة المقعد الشاغر احترماً لإرادة الجمعية العموية ولحق الأساس العامري فروه انتظاراً لكلمة القضاء اللي بناسق فيه طبعاً كل الثقة في جلسة حددت لها في محكمة القضاء الإدارة يوم 19 ديسمبر قرر المجلس بالأمس مجموعة قرارات مهمة حناقش المهندس عادل فيها قرر المجلس تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي إلى قطر في الفترة من 15 إلى 23 لمواجهة الرجاء في مباراة كأس السوبر كما قررت الموافقة على تفويد الكابتن محمود الخطيب للإشراف على قطاع الكرة والموضوعات العجلة اللي خاصها بالكرة؟ اه اشراف على الكرة والموضوعات العجلة ذات الشأن يعني وده استمرار لسياسة مستقرة في نادي الأساس في التفويد الدائم اه طبعاً وتكليف المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق بملف تنسيق الشؤون المالية دي نقطة مهمة بين مجلس الإدارة وشركات الأهل الأربع شركة الأهل لكرة القدم شركة الأهل للخدمات الرياضية شركة الأهل للمنشآت الرياضية وشركة الأهل للإنتاج الإعلامي في تفعيل لوجهة نظر الكابتن محمود الخطيب لما اختار المهندس خالد مرتاجي لمنصب أمين السندوق ألا أنا عايز فعلاً همزة وصل تفعل كل هذه الشركات بالذات ذات الصلة الدولية أنا بس عايز أشرح حاجة مهمة جداً لأن في لفظين ممكن يعدوا والناس لذي تخلي بالك من ضقة القرار أيوة أيوة أنت أمين سر الجلسة تفويد الكابتن الخطيب في القرارات العجلة الخاصة تفويد يعني خد خرارك ما ترجع ليش اعتمدوا بعدين بس أنت عشان دي قرارات عجلة أنت مفوض تكليف مش تفويد بقى أنا مهندس خالد مرتاجي أنه في التنصيق بين الشركات أنت هنا ما بيخدش قرار ولكن بينسك ويخدش بوجهة نظر هذه الشركات إلى مجلس الإدارة يأخذ القرار في مجلس الإدارة دي مسألة مهم الفارق بين التفويد والتكليف أن التفويد من حقك تاخد قرار قبل أن تعود إلى مجلس الإدارة التكليف ما تقدرش تاخد قرار إلا بالعودة إلى مجلس الإدارة وقرر مجلس تكليف الأستاذ طاري أنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة لجنة العضوية على أن تضم اللجنة في عضوياتها كل من الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة والدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي بالإضافة إلى المدير المالي ومدير الاشتراكات وفي السياق نفسه قرر أثناء الجلسة تفويض أو تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة منسقا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف على الكرة مفوضا من المجلس وشركة الأهل لكرة القدم كما قرر المجلس ضم الكابتن حسام غالي لعضوية لجنة تخطيط الكرة في النادي اللي بتضم الكابتن محمد صالح والكابتن زكريا ناصف في منطال منطقية ويمشي في إطار تجهيز الكوادر والاستفادة من الكوادر أيضا ومش بس تجهيزها هو الكابتن حسام غالي ماهو كان في مجلس إدارة شركة إدارة الكرة فلما يكلف أن يبقى منسق بين الكابتن الخطيب كموفر ده منطقي جدا كمان خبرات الكابتن حسام غالي السابقة تؤهله طبعا أن يكون في لجنة تخطيط ويكون برضو أحد همزات الوسط الوصل الكبرى بين لجنة التخطيط وجهة نظر بتبقى مبنية على كابتن إداري مارس هذا الأمر في خلال تواجده سواء في الفترة القصيرة كمدير رياضي في النادي الأهلي أو تواجده في الإشراف على الكرة في الجنة والحقيقة هنا القرارات تعكس لك رؤية كابتن محمود الخطيب رئيس المجلس فيما كان قد طرحوا أثناء الانتخابات أثناء فترة الدعاية لما حدد كابتن حسام غالي قال أنا حاجة النادي الأهلي قال أنا الكرة عصب النادي شيئنا أم أبينا كرة القدم عصب النادي الأهلي شعبيت النادي الأهلي قائمة على كرة القدم هي القاطر اللي بتقود سيارة النادي الأهلي أو حفلة النادي الأهلي اقتصاد النادي الأهلي مبنى على الكرة فكانت رؤية كابتن الخطيب اللي قالها في فترة الدعاية الانتخابية أنا قلت لحسام تعالى عايزينك فحسام قال له حاضر وكانت رؤيته قال لك أنا عايز حد معايا يساعد في السفريات يساعد في همزة الوصل يساعد في الربط ما بين شركة الكرة والمجلس الإدارة وقطاع الكرة فبالتالي هو شاف حسام غالي مؤهل لهذه المهمة فجابوا من شركة الكرة لمجلس الإدارة أو طرحوا للترشيح والجمعية العمومية انتخابته وقال أيضا بالنسبة للمهندس خالد مرتاجي ليه اختار خالد مرتاجي على وجه التحديد لقطاع أو لمهمة أمين السندوق صلاته الدولية علاقاته الدولية خبراته في إدارة شركات دولية فبيتضح هذا الاختيار أو هذا السبب في هذا الاختيار للمهندس خالد مرتاجي لما المجلس في أول اجتماع بيكلفه بمهمة التنسيق بين المجلس وبين الشركات الأربع المساهمة في النادي أثناء الجلسة استعرض المجلس التقارير الواردة من الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي والدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بخصوص الكابتن أحمد سمير الجزار ده مدرب فريق الناشئين موليد 2010 أوضحت التقارير أن المدرب يعمل في الأهلي من 2014 وحتى الآن بيتمتع بسلوك جيد ومنضبط لم يصدر بشأنه أي ملاحظات أو شكاوى خلال تلك الفترة إضافة إلى أنه أحد أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد اللي مرسوا اللعبة داخل جدران النادي فضلا عن إشادة عدد كبير من أولياء الأمور بأنهم هم من كانوا يطلبون من المدرب تعنيف اللاعبين حرصا على مستقبلهم ومستواهم الفني وبناء عليه راع المجلس كل هذه الحيثيات واتخذ قرارا بإيقاف المدرب أحمد سمير الجزار حتى نهاية الموسم وبيقول بيان المجلس ده قرار تقويمي بعدما أشارت كافة التقارير إلى أنها السابقة الأولى للمدرب أحمد سمير الجزار وأنه لم يسبق أن سلك خلال فترة عمله سلوكا عنيفا أثناء عمله مع الفريق خلاص ما أنت قلت كل حاجة يعني أنت قلت أن المجلس ضرر لقبل هذا السلوك وكان من الممكن أن يكون قرار أكثر عنفا لو كان سلوكا معتادا أو متكررا فكرة لما تيجي تقول ممنوع الضرب في المدارس أنت مش بتحمي تجوزات التلميذ أنت بتحمي أنك تطلع تلميذ سوي الكلمة تأذيه أكثر من الصفعة فإذا كانش اللاعد مؤهل أن يفهم التعليمات وينفذها يبقى اللعاب اللي يطلع لك الضرب يعلمه بنقصه لأن ده سلوك في حتة تانية إن كنت تروح ورشة تلاقي اللوسطة عبده بيدرب الوقت بالمفكة عشان يعلمه ويقولك ما هم كلهم بيطلعوا كده غلط غلط أنت بتطلع ناس فيها نزعة العنف لكن لما تيجي في مفهوم الرياضة لا مفهوم الرياضة أنك تبذل أقصى الجاه تسمع الكلام تنضبط ده ما جيش إلا بالقناعة والقناعة مكانها العقل والعقل بالمنطق وبالقضوة حرص النادي الآلي اللي شافع لمدربه إن ما يبقاش في قرار أعنف من كده إن دي سلوك غير معتاد منه وإن فيه ناس كتير شايفة كان يؤدي دوره بأمانة أنا أعرف كابتن سمير الجزار لعب دولي كان في النادي الآلي ورجل يعني وكني له كثير من الاحترام والتقدير ونعتبرها غلطة كلنا بنتعلم من الأخطاء طيب الفرصة بقى للرغبين في الانضمام لعائلة الآلي وعضوية النادي الفرصة لسه قدامكم بالأسعار القديمة بس مش الفرصة هتطول مجلس إدارة قال لغاية أول إبريل فقط تم اعتماد قرار بزيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع من 250 ألف ل350 ألف يعني فيه 100 ألف جنيه زيادة هتنفذ إمتى على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارا من 1 إبريل 2022 يعني في الثلاثة أربعة شهور اللي جايين دول اللي عايز ينضموا لعضوية الأهلي سواء في التجمع الخامس أو في الشيخ زايد الفرصة قائمة على 250 ألف يلحق يتقدم لأنه بعد الثلاث شهور وابتداء من 1 إبريل سيتم تفعيل قرار مجلس الإدارة بزيادة العضوية إلى 350 ألف في الفرعين في كل فرعين وهو ده مهم ليه أستاذ إبراهيم لأن النادي العلي عمال يعمل إنشاءات أي فبيدي فرصة لحد ما يستكمل الإنشاءات ويخش على المرحلة الجديدة بتاعت الإنشاءات الجديدة بالضبط تستوعب أنا أرجو أن أي إنسان يعني كان مكسل ونفسه يبقى عضو في الشيخ زايدة أو في التجمع يغتاني ما دي الفرصة حيوفر 100 ألف جنيه وعلى فكرة يوم 1 إبريل مش هتلاقي حد يستثنيك ما تعتمدش على دي طيب المهندس عادلي قال الزيادة تبدأ في 1 إبريل علشان الطاقة الاستيعابية للمشاقات الرياضية الجديدة المجلس قرر في هذا السياق في جلسة الأمس تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بالشيخ زايد تضم هذه المشروعات إنشاء حمام سباحة وأماكن جلوس خدمات للأعضاء في المنطقة الملحقة بالحمام على أن يتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل التصميمات الخاصة بالحمام كذلك إنشاء مسجد وأماكن انتظار سيارات وجيم جديد ومبنى تغيير للملابس مع تجديد الأسوار والبوابات بالفرع شوف كل الحاجات دي موجودة كخدمات يعني في جامع أو في جامع عايزين جامع أكبر وأكثر تطوراً في مكان يقدر يخدم على في جناين في جناين في جناين في جناين بس عايزين نتواسع في حمامات سباحة زي البحيرات وفي حمام أولمبي أه فيه بس عايزين واحدة عايزين لأن أنت بتراعي تنامي أنت بتتكلم على مساحة 135 فدان أنت تستغلت 40% منها أو 35% منها فأنت بتستشرف المستقبل مع الكلاب هاوس الجديد اللي حتعمل الكبير بقى اللي هيساع كل كلام دا فإحنا بنتكلم بتسبق المشاكل بتسبق الأزمات هذا هو العمل المؤسسي وهذا هو الاستقرار يجي أي حد حيكمل هذا الكلام طيب كمان قرر المجلس في جلساته الأولى بالأمس تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بمدينة نصر وتضم هذه المشروعات استكمال أعمال إنشاء ملاعب الإسكواش إنشاء تلت ملاعب كرة قدم خمسية ذات النجيل الصناعي إضافة إلى دراسة وتنفيذ السلم الكهربائي للجراش الجديد والموافقة على اتخاذ هذه الإجراءات هنا بقى خلينا نقول نقطة مهمة في القرارين الخاصين بالأعمال الإنشائية لحظوا تكليف إحدى المؤسسات الوطنية النادي الأهلي من البداية بيعمل من خلال إدارة التشغيل بالهاية الهندسية للقوات المسلحة وده منتهى التناغم في العلاقة منتهى التقدير لسرعة إيقاع العمل وإنجازه منتهى الحرص على أن أنت بتتعامل مع مؤسسات الدولة ذات السمعة الوطنية الكبيرة حرصا على إنجاز كل هذه المشروعات أنت بتدرب يا أستاذ إبراهيم عدة عصافير بحجر واحد بتروح لمؤسسة موصوق فيها بتدي لك الكواليتي أو الجودة اللي أنت عايزها في التوقيطات يمكن التي تسبق أحلامك وبتتفادى مسألة مهمة جدا إجراءات كثيرة أنت بتتعامل مع دولة في الآخر مؤسسات الدولة فأنت بتضمن أن السلامة المالية في كل إجراءاتك